مرحبا مواليد بوش الميزين معكم كارمي شماس كيف أسبوع من الثانين ستة للأحد 12 تموز يوليو كيف بدي يكون شو نوعيته هل يترى في تقدم هل يترى في تراجع هل يترى في ركود شو هي الأيام الأكثر حظا أيها الأقل حظا لازم تعرفوا قبل ما بلش أنه وجود الشمس بحد ذاته في برش السرطان بيشكل هو عامل بحد ذاته عامل يجلب تقل ويجلب ضغوط وكل مواليد برش الميزين جمالا بيعرفوا أنه دايما شهر تموز يوليو مع أنه صيف ومع أنه الناس بيجازة وناس بيجازة لكن عنده رهبته وعنده وقعه وبيحسوا أنه دايما بشهر تموز بيتعبوا حتى لو رايحين فيكيشن بيحسوا أنه تعابتهم الفكيشن بجميع الأحوال كيف بدي يكون هذا الأسبوع تنعرف نوعية الوقت أما تفصيلك اليوم بيومه فبتلقوها بالأبراج اليومية ورجاء ما تنسوا تتابعوا الأبراج الشهرية شهر تموز على مواليد برش الميزين كيف بدأت تكون بتلاقوا الرابط بالوصف لهذا الفيديو تانين يوم التانين ستة تموز يوليو مقصوم إلى جزئين الجزء الأول هو من الساعة من الصبح حتى الساعة عشرة وعشرة صباحا توقيت العالمي يعني وحدة وعشرة الظهر توقيت بيروت هذا هو الجزء الأكثر تعبا بيضيقكم بيزعجكم انتلاقة يوم الأثنين مزعجة وتقيلة وانتلاقة هذا الأسبوع مزعجة وتقيلة علما أنه من الأحد خمسة تموز يوليو نفس الشو الحلو أنه بتمام الساعة وحدة وعشرة توقيت بيروت يوم الأثنين بيوصل أولا برش الدلو وبتختفي العاصفة الفلاكية وبتدخله بمرحلة حلوة كتير تستمر حتى الأربعة الساعة تسعة وربع المساء توقيت بيروت الصيفي يعني ستة وربع بعد ظهر توقيت العالمي يونيفورشال تايم فترة وجود الأمر برش الدلو هي فترة غنية إيجابية فيها حزوز محزوزة وبتعطيكم القدرة وبتمكنكم لحتى تنجحوا تتوفقوا وتتقدموا بقوة وهي أجمل فترة للمقابلات للعمل للمشاريع للتحديات مش لحتى تتحدوا الناس لكن إذا في تحديات ها هي الفترة لحتى أنتوا توجهوا أكتر شخص فيكون ناجح فيكون تكونوا أنتوا بخلال هالفترة الأربعة الساعة تسعة وربع المساء توقيت بيروت بينتقل الأمر لبرش الحوت وبيستمر ببرش الحوت حتى السبت الساعة تمانية وعشرة صباحا توقيت بيروت فترة وجود الأمر ببرش الحوت تشكل عبء عليكم فيه شغل وركض وركض لذلك أنا بقلكم فترة وجود الأمر ببرش الدلو يعني من التنين المساء للأربعة المساء من التنين بعد الظهر حتى الأربعة المساء هي أفضل فترة للكم فترة وجود الأمر ببرش الحوت فترة شغل ركض ما بتلحقوا يمكن إذا هملتوا الأولويات إذا التهيتوا بأمور بسيطة منا مهمة معقولة حتى تحسوا حالكم مقصرين ما تلحقوا ويمكن حتى تحسوا حالكم إنه خسرتوا ثقة أشخاص تكلوا عليكم أو يمكن تحسوا حالكم تعبنين أو يمكن تلاقوا حالكم ما عم بتلحقوا ويج بيت كانت دراسية كانت مهنية اجتماعية أو حتى بالبيت بتحسوا حالكم تعبتوا فهالفترة فترة وجود الأمر ببرش الحوت هي لصحيح فترة تدريب لألكم لكن ما معناته إنه منشتغل كيف ما كان أو يلا شغلتين تلاتة بنفس الوقت يلا منلح رتبوا فيه أبكير نظموا أوقاتكم لحتى همشي حالكم نوصل لسابت ساعة 18 صباحا بنتقل أمر لبرش الحمل وبيدخل فيه معاكسة لألكم تدخلوا بأصعب فترة نسبيا لهذا الأسبوع لألكم تستمر كل يوم السبت وكل يوم الأحد من شان هيك تعب ألكم فترة وجود الأمر ببرش الدلو من التنين الظهر للأربع المساء هي أفضل فترة لألكم تبهوا من المشاكل من الخلافات من المتاعب السبت والأحد بشكل خاص إذا كنتوا من موالي 28 سبتمبر لل2 أكتوبر أنتوا الأكثر تعبا بدي أتمنى لكم أسبوع حلو أسبوع رائي أسبوع جميل وما تنسوا تابعوا الأبراش الشهرية واليومية تلاقوا الروابط بالوصف لهذا الفيديو وادعكن باي باي